يبدو أن دماء الليبيين ستحقن خلال هذه الأيام على الأقل خلف حفتر قايد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي يعلن وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية التي تشمل طارابلوس اعتبارا من منتصف ليلة السبت أي من الثاني عشر جنوبي المتحدث باسم الجيش أحمد المصماري في بيان مصور تلا وقف إطلاق النار على أن يلتزم الطرف المقابل بنفس الإجراء وفي نفس الوقت تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارا من الساعة 24.01 الموافقة 12.01.2020 على أن يتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت وسوف يكون الرد قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة من جهتها أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية موافقتها على دعوة موسكو وأنقرة لوقف إطلاق النار منوهة في بيان لها أنها رصدت عدة خروقات لاتفاق وقف إطلاق الناري من قبل الجيش الوطني الليبي بعد إعلانها وقف إطلاق الناري صباح هذا الأحد وتأتي هذه التطورات في وقت تقطع فيه الدبلوماسية الجزائرية أشواطا كبيرة لتغليب الحل الليبي الليبي ودعم المسار السياسي في خضم زجارة رئيس حكومة الوفاق فيز السراج إلى الجزائر تلتها زجارة أخرى ومحادثات جزائرية ليبية لوفد رفيع المستوى من الحكومة المولية لخليفة حفتر يضاف إلى هذا إنزال دبلوماسي مكثف لوزراء خارجية عدة دول